هو لسه طالع من البيضة زي ده كده يمسكه كده يقولك اه ده شوف هنا ده متعلم مش عارف منين اه ده يبقى دكر و الزغلو بسك الزغلو التاني يقولك اه نشوف كده سرته فيها علامة منين اه ده يبقى ده النتايع يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازايكم وحشتون عاملين اي يا رب تكونوا بخير موضوع فيديو النهاردة معلومات خاطئة عن الحمام نبدأ على طول فيديو باول معلومة في حد بيقول لو حضنت بيض تحت قص تاني عملي ونتكلم عملي افضل يعني يعني ده مثال كده اه ده قص زاجل انا محضن تحته حمام لاحم اه اللي هو بيأكله ده اه زغليل لاحم سلفر وابيض اه هو تحته تلات زغليل نحاول نشوفهم كده هم تلات زغليل اتنين سلفر وواحد ابيض اه التلاتة مش ولادة وجامعة عشان تكونوا عارفين اه لكن هو قص زاجل هو زي ما انت شايف حتى الدكر ده اه سنه كبير تمام طيب هو بيقول ايه اللي بيقول بعلومة الغلط بيقول لو هو حضا اه اي حمام تحت نوع تاني مش منه يبقى كده السلالة بتتهجن اه اللي ان هو بيأكلهم طبعا ما فيش الكلام ده يا جماعة البيض اهم شيء البيض ابني مين البيض ده اه لاحم هيفضل لحم زاجل هيطلع زاجل لو البيض اهله اي كان نوع هم هيطلعهم نفس النوع اللي هو نوع البيض يعني هنفكر كده الزغليل اهم بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك اتنين لحم سلفر وما طبعا لسه صغيرين جدا لان كنت مضطر ان انا حضانهم كده لظروف ما يعني ان انا باعت حمام ونقلت حمام نقلت زغليل ونقلت بيض لكن هو ده الفكرة بتاعت فيديو النهاردة ان الزغليل هتطلع اللي الاهاليها اللي هي وضعت البيض اللي هم هتزوجهم واللي هم وضعهم البيض هو الزغليل هتطلع لهم مش هتطلع للي اكلهم او اللي حضانهم هو شغلته الوقتي الزاجل ده ان هو بيدفيهم وهو بس بيأكلهم ويكبرهم ده اللي احنا عايزينه منهم مش هياخد منهم اي صفات وراثية ولا هيقرس منهم اي حاجة لو دول انا شغلتهم لحم سلفر اهو لو انا شغلتهم وخدت بالهم وحضنته تحت اي صنف تاني تحت اي نوع حمام تاني هيطلعهم نفس النوع البيض بتاعهم هيطلع زيهم بالزبط مالوش اي علاقة باللي اكلو او اللي رقد عليه تمام كده يبقى المعلومة كده اكدنا على المعلومة لان في ناس كتير جدا اه الله يسامحهم بقى اللي هم وبينشروا المعلومات الخاطئة دي اه الحد تاني بيقول لك ان هو لو شبب حمام مع بعضه زي كده مسلا ده كده اه حمام مع السايب لكن ده شباب بيقول ان هو لو جابهم يعني زغليل ورمهم كده في الارض مع بعضهم انواع كنج على لاحم على رومي اصناف كتير مختلفة وهم كلهم زغليل. اه هل ده بيأثر على السلالة? اه طبعا هو بيقول ان هو ده بيأثر على السلالة لكن انا بقول له اه ما فيش اي تأثير على السلالة طالما ان هما لم يصلوا لسمن التزوج لان هما لو وصلوا لسمن التزوج انت بس ابدأ يحبس زي ما انا بعمل كده. كل اص مع بعضه ونفس النوع. لكن ع السايب طبعا لو اتجوزهم هينتاجهم هيطلع ملاخبط. لو هم ع السايب كده وتجوزهم وبعدهم وحصهم مع بعض طبعا انتاجهم هيطلخبط. دي المعلومة اللي انا عايز ااكد عليها. تمام كده? يبقى الاختلاط هيجي الفين? الاختلاط هيجي لولاد الحمام ده. لو الحمام ده يتجوز من بعضه يعني زاجل مسلا مع لاحم هيطلع خليط. اما هم تربيتهم مع بعض كده من غير تزوج مفيش فيها اي مشكلة لغاية سن التزوج. تمام كده? اه واحد تاني بيقول معلومة برضو خاطئة اللي هي ان الجوز الزغليل لاخوات زي دول كده لازم يكونوا ذكر وانتايا. اه طبعا هي معلومة خاطئة زي ما قلت لك قبل كده. ليه بقى? هو بياخدها يقول لك ايه انا تلما تيجي تحط ايدك كده الزغلول ده هو اللي هيهجم عليك. الزغلول كده يقلبه من هنا يقول لك ده سرته معرفش شكلها ايه? ده يبقى ايه? يبقى دكر. والتاني سرته مش عارف فين ده يبقى نتايا. طبعا مفيش الكلام ده خالص. كلام ده كلها تكهنات واجتهادات. مفيش الكلام ده. يبص لها من هنا كده يقول لك ده سرته ده شكله دكر. ده شكله نتايا. طبعا اه كل ده كلام اه تكهنات. مفيش حد يعرف الزغيل يا جماعة حتى لو هي زغيل كبيرة. حتى والله بنغلط في الحمام الشباب. لذلك انا ما برداش ابيع لحد حمام شبابات. الا ازا اقول له. اه انت ونصيبك. انا انا لا ابيع الا حمام من السلكة كده ميجوزه ومجربه حتى بقى ما اكشف على بيضه. اه ده للتأكيد يعني. عشان ايه نتاكد ان هما ذكروا انتهيه وفي نفس الوقت نتاكد ان هما بيطلعوا بيض مخصب. لذلك ما ابيعش ابدا ابدا اه الشباب من زمان يعني. لان فها مشاكل لحد اخذ شباب ويقول لك ايه طلع فيهم ذكرين ذكر زيادة طلع فيهم نتايتين. لا بنبعد عن المشاكل دي. انبيع اه من السلكة بس. فما فيش حد بيعرف الزغليل ابدا ابدا يا جماعة. از كانهم بيغلطهم وبنغلط احنا نفسينا. اصحاب القنوات والناس كمان المحترفين في الحمام. والله بيغلطوا في الذكر والنتاية في الحمام الكبير كمان. برضو اللي بيقول ان هو بيعرف الذكر والنتاية برضو بيقولهم برضو معلومة خاطئة عن الزغليل الذكر والنتاية. يقول لك ان الجز الزغليل دول لازم يطلعوا ذكر ونتاية. عشان هما زغليل اخوات لازم يطلعوا ذكر ونتاية. اهل الكلام ده صحيح? لا طبعا مش صحيح. ممكن يطلعهم ذكر ونتاية فعلا. وممكن يطلعهم نتايتين. ممكن يطلعهم ذكرين. الكلام ده يعني احتمال كبير كل الاحتمالات دي متاحة. ما فيش حاجة اسمها احتمال اكتر من الاثنين. تمام كده? لاى بقى ممكن الاص ده اللي انت شايفه قدامك ده بيطلع نتايتين. تمام? ممكن الاص ده يطلع دكرين. منحدش عارف. الله عالم. ممكن القص ده يطلع دكر ونتاية. مرة تانية ممكن يطلع. مرة تانية ممكن يطلع نتايتين زي ما بقولك انت وناصيبك. ما حدش يعرف. محدش ما شفت ناس الزاغلول هو لسه طالع من البيضة زي دا كده يمسكوا كده يقول لك اه دا شوف هنا إدا متعلم مش عارف منين اه دا يبقى ذكر وإزوله يمسك الزاغلول التاني يقول لك اه نشوف كده سرته فيها علامة منين اه دا يبقى دا النتايا يعني هو بيأكد إن المعلومة إن هم لازم يطلعوا ذكروا نتايا والله يا جماعة ما فيه الكلام دا والله ما فيه الكلام دا موضوع ذكر ونتاية ده مش شرط ابدا ابدا ان هما يطلعوا ذكر ونتاية ممكن ذكر ونتاية وممكن يطلعوا اي حاجة تانية مش شرط ذكر ونتاية ولا في حد بيعرفهم كمان كده ده لدرجة ان المزارع الكبيرة المزارع اللحم الفرنسي في فرنسا ان هما بيعاملوا تحليل للحمام عشان يعرفهم الذكر من النتاية تمام؟ وفي شركات تانية بتجيب الفاتح اللي هو فاتح الأنف والأذن والحنجرة اللي هو الطبيب بيكشف به يضعه في فتحة المخرج بتاعة الحمامة ويكشف يشوف ده ذكر أو نتاية يشوف هو ذكر أو نتاية بالفاتح بتاع الأنف بيفتح كده ويبص بس إمتى برضو في مرحلة التزاوج عارفوا هم شباب ما بيبانش كمان بالفاتح تا يعني شوف إزاي يبقى بنأكد بس على المعلومات المهمة عشان محدش يقولك أو يضحك عليك واللي بيعرف بالمصمار يحط المصمار كده فوق الحمامة ويقولك ده ذكر أو نتاية والحاجات اللي هي دية كل دي اجتهادات هنبدأ نجوز هو بإذن الله من اللحم السلفر اللي هو من الانتاج عشان نزوري الانتاج لسه ده تاني قصة يشتغل يا جماعة عندي إن شاء الله بإذن الله لكن مش هنعرض للبيع حاليا لأنا بوري لك بس ده من انتاج القص اللي انت شفته اللي هو عمل جدل كبير لما حد قال لي إن ما فيش حمام لحم سلفر إلا الحمامة اللي هو التهجينة متهجن على زجل وأنا بأكد تاني إن فيه لحم سلفر الشركة الفرنسية أنتاجته طبعا فيه شخص دخل يجادل جدال شديد جدا بلهجة أو بزي ما يقولهم شديد اللهجة طبعا هنرد عليها بالمستندات وأقول لو عندك دليل طبعا بنجهز له المستندات وتكاتلوك بتاعي الشركة الفرنسية اللي هي أنتاجت أنواع أنلوان مختلفة من الحمام اللاحم سواء سلفر أو سواء ملون أو أحمر أو أبيض فأحمر كل الألوان دي إن شاء الله هنقول لك عليها وهوري لك الحاجات دي كلها إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله بالتعاون مع أخونا إن شاء الله أحمد بركات اللي هو في الكويت هو أرسل لي عدة فيديوهات كثيرة كده من الشركة نفسها وطبعا عندنا صور ومقاطع هنقول كل الكلام ده في فيديو إن شاء الله عشان يكون الكلام موسك بالمستندات لسه في ناس برضو زي بعد ما عملنا الفيديو مش مصدقين وفاهمين إن ده ناتج عن ذكر لاحم أبيض وانت يا زاجل سلفر لا والله يا جماعة ده لاحم بإذن الله لاحم جاي من فرنسا نفسها من الشركة الفرنسية نفسها لاحم السلفر الأصلي الأساسي مش اللي هو المهجن في مصري فيه لاحم مصري اللي هو منتشر جدا في مصر اللي هو انتاجه عادي وحجمه عادي جدا أما اللحم السلفر الفرنسي ده انتاجه مختلف جدا 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 وطبعا اللي أعرفوا ناس أوليالة قوي قوي في مصري اللي هم عندهم السلالة هنا كمان قصي كمان هوت بنحاول نجوزهم إن شاء الله اللي تحت تجوزهم ولكن ده لسه لتحت تتجوزهم على طول لإن النتاق كانت زيفة جدا وعايزت تتجوز ده يعني لسه إيه بنحاول معهم إن شاء الله وربنا يبارك إن شاء الله لأن طبعا أنا بحضن من اللحم السلفر ده بس كده أكون خلص الموضوع فيديو النهار ده لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه مشتركتش فعل ذات الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته